طبعاً بالنسبة للجلسات الأسرية وأثرها في زيادة الإنتاجية وأيضاً في زيادة المودة والمحبة بين الأسرة جلسات الجدات وحكايات الجدات هذه سابقاً لأن توم عاد الجدات مش قليل معناها حلت هذه الأجهزة محل الجدات والأسرة عادت معناها مرتبطة بكثير لأن زماننا كثير المتطلبات كثير التحديات كثير الأشغال تلقى أبناء صغار لو تمروا في الطريق يجي ماشي في الطريق تلقى تلقى الطفل الصغير ممكن يقرأ في الثالثة ابتدائي وهو يعني يضرب أخماس في أسدس يفكر مش عارف وش يدير يعني المشروع معناها كثرة يقولك نيراني حاب نشي كذا زمن السرعة معناها بالتالي هيك الجلسات كان عندها أثر كبير الجلسات مع الجدات يا حبة ذا لو تعود جلسات مع الجدات ومع الأمهات الأباء والأمهات لازم يعقدوا مجالس مجالس يومية ومجالس أسبوعية ومش شرط المجالس يعني نجبوا فيها كتاب ولا نشوف فيها فيديو ولا لا حتى تكون جلسة بسيطة جلسة بسيطة هكا قاعدين مع بعضنا ونبدو مثلا بش نفطر بش نفطر ولا بش نتعش بش نتعش هل استغلال الفترة هذي المهمة قال نشاهدوا مثلا كان منصة مدرسة تسعطي واحد التعليمات في قضية اللغة العربية في النحو في الصرف في البيان في البديع نتعلم ونقو اللغة العربية نعم عدنا صبورة كل مرة نكتبوا بيت شعري معناها من الأبيات ولا نكتبوا حكمة من اللي يحفظ لنا الحكمة من اللي يشرح يطلع الأبن هذي تطلع البنت نحركوها البيوت خاملة خاملة أصبحت وكانها قبور صحيح اي مشكل واحد المرة قدمت درس في واحد المسجد عن أهمية الجلسات الأسرية معناها ودورها في زيادة الإيمان بعد وجبت معي في الكيس ساعي مجموعة من الكتب كانت شفي لها صهر عائلية في رياضة جنة عن دكتور حسان شمسي باشا عندما يحلو المساء دكتور حسان شمسي باشا كلها رائعة سلسلة عدار القلم سوريا طبعتها دار البدر الجزائري وموجودة كتبات رائعة مقسمة على طريقة الليلة الأولى الليلة الثانية الليلة الثالثة بأسلوب عصري تواجه جميع المشكلات وموجهة لجميع الفئات رائحة لوحد من الناس ايكملتها تقريبا هي كلها الكتب مع بعضها الستة هذه فيها ألف ليلة وليلة الأسرة السعيدة جميل جدا رائعة معناها وشيء انت تفتح تقرأ قال مع النار تقي واحد تقرأ اليوم كيفش مع النار تقي فهمتو يا أبناء تغلق الكتاب تخلي اسمه في الغد كذا قرأ وهكذا نشغلو أنفسنا وأفكارنا بما هو مفيد بما هو نفعل المشكلة كنجلسو ونسبعوا النقاشات اللي في الأسرة نلقوها نقاشات معناها بسيطة جدا بسيطة جدا بالتالي ككملت الدرس وكت وضع الكتب قلت ننتظر بعد الدرس بشي جوني لأبا للأسف الشديد صدمت وبعت نطول في الشفع الوطر بشي كيش مجيني واحد يقول لي وشي العنوان بالأسف الشديد معناها عرفت ريكين أزمة في القراءة